في عملية سرقة غريبة من نوعها في الأردن أقدم مجهولون فجر هذا اليوم على سرقة جهاز صراف ألي كاملاً استخدام جرافة قبل أن تتمكن للأجهزة الأمنية من العثور على الصراف وموجوداته كاملة الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام قال إنه تم العثور على كامل المبالغ المالية في الصراف الألي الذي تعرض للسرقة بجرافة والكائن في أحدى مناطق مدينة الصلطة وكان قسم البحث الجنائي في محافظة البلقاء قد تعامل مع سرقة الصراف التي تمت من قبل أشخاص مجهولين مؤكداً أن السرقة تمت باستخدام جرافة حيث تم العثور على الصراف بعد ساعات هذا ولم يتم الكشف عن قيمة المبلغ المالي الموجود في الصراف الألي